موسيقى ودكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق نعود معك من حيث توقفنا أستاذ داميا حول الجانب الثالث في تقرير المجمس الوطني حقوق الإنسان نعم المحور الثالث الأساسي في تقرير المجمس الوطني لحقوق الإنسان هو السياسات العمومية وأثرها على النساء الأكثر عردة لانتهاك حقوقهم أهم ميزة هذا التقرير هو أنه ركز على فئة النساء الأكثر عردة للهشاشة والأكثر عردة لانتهاك الحقوق التقرير خصص حيزا مهما جدا للنساء في وضعية إعاقة للنساء الأمهات العازبات للنساء السجينات للنساء المسنات الفقيرات فالمجلس في تقريره وقف عندما آسي هذه الفئات من النساء في جانبي المتعلق مثلا عن السجينات تعرض لإثارة مشكل المعاملة المهينة والحاطة بكرامة المرأة داخل السجن فقط لأنها سجينة مع العلم أن العقاب لا يتجاوز الحرمان من الحرية فالقضاء يحكم بالحرمان من الحرية ولكنه لا يحكم بالمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة وهذا معاملة يعني خبز يومي لنساء السجينات لا تعرض أيضا تقرير للأمهات العازبات نسبة كبيرة جدا اعتمد التقرير على إحصائيات جمعية إنصاف كتر من 200 ألف وعشر آلاف مرأة في ضرف وجيز جدا هنا نساء أنجبنا أطفالا خارج إطار الزواج هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم فلهذا المجلس يركز لماذا لا يستفيد هؤلاء الأطفال من صندوق تكافل العائلي إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق في اسم وطفل الأم العازبة لا يكون له الحق في اسم حتى وإن كان أبوه معروفا اسم أمه ليس له فيه الحق إلا إذا أذن بذلك ذكور العائلة رجال العائلة أي عائلة يعني الأم فأول خرق لاتفاقية حقوق الطفل تتعلق بالاسم ثانيا هذا الطفل بما سيعيش لماذا تمييز ما بين الأطفال المولودين في إطار يعني في إطار مؤسسة الزواج واستفادة عدد كبير منهم من صندوق تكافل العائلي ولا يستفيدوا الأطفال المولودون خارج يعني المؤسسات الزواج هؤلاء هم أبناء المستقبل ولا يجب التمييز ما بين أبنائنا ولدوا هنا أو ولدوا يعني هنا النقطة الأخرى تتعلق بذكرنا السجينات ذكرنا النساء يعني الأمهات العزباش هناك المسنات بالفعل أصبحت هناك أزمة كبيرة في المغرب يعيشها المسنون بصفة عامة نساء ورجالا والنساء أكثر أنا شخصيا زرت 12 دار للمسنين العدد النساء دائما أكثر من عدد يعني الرجال هذه المرأة وصلت من العمر لعوتيا وهي فقيرة لا مدخولة ربما في الأسر لم تكن فقيرة ولكن الواقع هو الذي جعل منها فقيرة عندما توزع الإرتو البسيط جدا وجدت نفسها بدون المأوى أو تتنقل ما بين هذا البيت وهذا البيت في هذا البيت لا تريدها زوجة الإبن في هذا البيت لا يريدها زوج البنت مثلا فيتم اللجوء إلى دور المسنين دور المسنين في المغرب أصلا هم قلة قليلة جدا لأنه قبل مدة كان المسن يظل في أحضان أسرته الآن هناك واقع يعني آخر أصبح المسنون والمسنات يتوجهون ويتوجهن إلى دور المسنين ما هي الميزانية المخصصة لدور المسنين رأي عملياً هذه الدور تشتغل بإعانات المحسنين يعني والمحسنات فهذا الهشاشة تجعل من هذه المرأة وقد وصلت إلى سن متقدمة جداً تجعل منها أكثر عرضة للخوف أكثر للهشاشة أكثر للفقر أكثر يعني هذه الأشياء يعني تعرض لها هذا التقرير لأن التقرير بصفة عامة حتى عندما تعرض لنقطة الإرت أشار يعني بوضوح أن الفئات الفقيرة هي التي تعاني أكثر الأغنية ما عندهمش مشكل يتقاسمون بالطريقة التي يتقاسمون بها كل شيء رابح ولكن الأسرة الفقيرة لكي يكون رب الأسرة فقط بالكاد استطاع خلال عمره كله أن يتوفر على بيت وكانت يعني كان الأبناء كلهن إنات فيأتي الغريب من خارج الأسرة الصغيرة ليتقاسم مع هؤلاء البنات وأمهم هذا السقف الذي يأويهم والناس لا تتردد لأنك تقول هذا الشرع هذا حقي ولكن حقك تنتج عنه مآسي غالبا ما يباع البيت فوق رؤوس البنات وأمهم ولأنه فقير ولأن البيت لأسرة فقيرة فغالبا يعني المردود الذي يتيه من هذه القسمة يكون ضعيفا جدا لا يسمح بإعادة شراء بيت يعني الثاني فلهذا يعني الهدف من التقرير هو نوع من العدالة الاجتماعية هو رفع الهشاشة عن النساء هو هذه المواطنة التي هي صوت انتخابي يحتاجه الجميع في الانتخابات هذه المواطنة أيضا لها الحق في أن تحيا بكرامة دكتور يحيا بالرغم من الإشادة بالمجازات الإيجابية المحققة على المستوى التشريعي لفائدة المرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يخفي قلقه بشأن غياب إرادة سياسية لأجل دفع باتجاه تحقيق المساواة والمناصفة ويشير هنا أن القلق يتعلق بمشروع قانون المتعلق بهئة الإنصاف ومحاربة كل كافة أشكال التمييذ ضد المرأة نعم ماذا يشك فيه لأنه معنة أخرى كما قلنا هناك مجهودات كبيرة بوضلت في السنوات الأخيرة وبالتالي هناك أولويات لا بد أن تذكركم أن هناك أولويات هناك أهم ومهم وبالتالي هذه المؤسسة من طبيعة الحال يجب الآن يدخلها حيث النفاد يدخلها حيث النفاد كذلك ليس فقط منطلقا من تقارير المجلس الوطن لحقوق الإنسان بل من تقارير أخرى لمنظمات وفائل اجتماعيين وأحزاب سياسية كلها تقريبا هناك إجماع علاقة بهذه النقطة وكون أن هذه المؤسسة من اللازم اليوم أن تلعبها نظرها على اعتبار أن هناك مواضع فرعية أساسية متصرة بكل ما له علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمرأة ببلادنا سأتكلم هناك مثلا في كل بيانات الأحزاب السياسية من يمين إلى اليسار إلى الوسط تبنت هذه المقاربة وأكدت على ضرورة إخراجها حيث النفاد ومالتنا أخرى نعتقد أن الأمر متصل بالحاجز الزمني لأن الأمر سيتطلب ومالتنا أخرى نعلم أن هناك العديد من الأحزاب هناك العديد من الجمعيات كان هناك حوار وطني للمجتمع المدني هناك كذلك العديد من اللقاءات وكلها بكفية خطوية تتعارض لمواضع من هذا القبيل وبالتالي إخرج كذلك هذا المؤسسة ليس بالشيء الهيين على اعتبار أنه في نهاية المطف يجب بروق توافقات أو الانتفاق بالنسبة لمكوينتها مسألة أساسية ونعلمه كذلك كون أن بعض المؤسسة الدستورية اليوم هناك اتهامات كون أن يطقى عليها جانب وهناك أحادية رؤى وبالتالي أعتقد كون أن التأخر في تبني هذه المؤسسة يعود بالدرجة الأولى لهذه المسألة كذلك لا بد أن تذكر كون أن العديد من المؤسسات لم يتم استكمالها كمثلا في جلس المستشار نعلمه أن العديد من المؤسسات الدستورية أخرى مثلا بحكمة الدستورية مثلا كل هذا كان يجب لا يمكن يعني إدخال هذه المؤسسات حيث نفض بأعضاء ينتمون لمؤسسات سابقة على الدستور السابق وأعضاء ينتمون لمؤسسات جديدة انبتقت عن الدستور 2011 الآن هناك البناء المؤسسات يتم استكماله على الأقل من هذه النحية وبالتالي هذه المؤسسة المناهضة التعذيب أصبحت ممكنا يعني في أقرب الأجل إدخالها حيث النفض ولكن مرة أخرى يبقى كون أن الإشكالية الكبرى هو في كمؤسسة حينما تقوم بما تقوم به تعطيته الجهد كبرى ذات صلة بالموضوع ونحن نتحدث عن التمييز نتحدث عن حقوق المرأة في الجانب المتعلق الجانب السياسي له أهميته مثلا اليوم إذا أردنا أن نستدرك علاقة بالمشاركة السياسية ويعتبر شكال من إشكال التمييز لأن كما قلنا مقاربة حقوق الإنسان وقانون الدول الإنساني لم يكن مقاربته من زاوية واحدة وبالتالي هناك علاقة جدلي وارتبط جدلي بين كافة المواضع حتى تتمتع المرأة بموقع متميز من ناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية حتى لا يكون هناك تميز لا بد أن تكون حاضرة بقوة في مواقع القرار ليس فقط القرار السياسي القرار الاقتصادي القرار الاجتماعي وسنجد مارة أخرى أنه غياب إرادة لدى المعنيين بالدرجة الأولى حينما أقول لدى المعنيين بمعنى المخاطب بهذه القواعد حينما تجد نفسك مثلا إبارة ترشيحات لمنصب عالي ولا تجد أي مرأة مرشحة نفسها هذه إشكالية تكمن مارة أخرى في المرأة نفسها بمعنى أنه لا يجب فقط تهم الآخرين بكون أنهم لا يقومون بما يجب القيام به بل أكثر من ذلك لابد أن تكون مبادرات قوية في هذا الباب وكذلك سنجد أنه على مستوى الحضور بالنسبة المؤسسة كل المؤسسة سنجد غالبا أن العنصر النسوي لا يكون حاضرا بقوة وهذه إشكالية أخرى وتتعلق بعقلية معينة وتتعلق بتقافة معينة وتتعلق كذلك بكون أنه يجب أن نميز بينما هو كائن وما يجب أن يكون وأعتقد أن علاقة بهذه مؤسسة المتصلة رفض كل أشكال تميز وإدخالها حيث النفذ هذه مرة أخرى نقطة فقط من العديد من الأشياء الأخرى التي مجتمعات يمكن أن تؤدي إلى ما تؤدي إليه المجتمع المغربي اليوم علاقة بالإشكال يعلم أنه مجتمع وأعيدها مرة أخرى هناك انقصام تقريبا وهذا يذكرنا بكل مجتمعات العالمية حينما نأخذ النموذج الفرنسي سنجد أن فرنسا عادة ما تعتق كمثال بالتقص فرنسا نصفها من اليمين ونصف الآخر أو محافظ ونصف آخر من اليسار تقريبا نفس الإشكاليات متروحة ولكن بالنسبة للمغرب هناك خصوصية والخصوصية هي أنه حينما نقوم باستقراء للواقع المغربي سنجد أن هناك محافظين داخل اليسار وسنجد أن هناك يساريين داخل المجتمع المغربي المحافظ وهذه إشكاليات كبرى كذلك حينما نقوم بالقراءة المتأنية لكل يعني التشريع بصفة عما سنجد أن التشريع الإسلامي يعتبره مصدرا أساسيا وجهرين من مصادر التشريع من مصادر القانون أولا هناك الدستور هناك القوانين التنظيمية هناك التفاقية الدولية ولكن التشريع لا يمكن وضعه على الجانب والمجتمع المغربي مجتمع بالضرع وهذا ما أكدت عليه كل الدسات بمفيد السور 2011 على الدين باعتباره الدين الإسلامي يعني الرسمي ديال الدولة وكذلك الحرية بالنسبة للآخرين فيما يعتذنقونه من ديانات وغيرها إذن كل هذه الأشياء لا يمكن استبعادها ونحن نتحدث عن إنشاء مؤسسة لها أهميتها والتي أوصى النجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تتبنيها وإخراجها حيز النفاذ وأعيد مرة أخرى أن هناك أولويات وأنه يجب كذلك أن نستحضر مثلا حينما نقوم بقراءة الدستور هناك مؤسسات أخرى كصندوق تضامن جهاوي كصندوق العديد والآن بعد استكمال يعني الهياكل لمؤسساتي أعتقد على المدى المتوسط البعيد سيتم تبني كل هذا وإدخل وحيز النفاذ في أفقه إيجاد علون متصرة بهذه الظاهرة التمييز وكذلك مسألة يعتبر أساسيا استحضرها وهو كون أن المجتمع المغربي في كل أحوال حينما نقوم بالمقارنة سنجد أن هناك دول عربية لازالة المرأة ليسا من حقيات الصويت سنجد مؤسسة تشريعية وداتقار يمنى المرأة أن تقدم إليها في العديد من دول الخالج العربي إذا كل هذا أخر يشكل ما قلته قبل قاله هو أن مغرب ما بعد 1956 هو محاولة للتوفيق بين تصورين متناقضين وبالتالي لا يمكن في النقاشات الموجودة البحث عن غالب ومغلوب بقدر ما يجب البحث عن المصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا للوطن تقتضي الجلوس والعيلة المغربية في خطابه الأخير ده عيلة توافقات إيجابية إيجابية مما نشك فيه في أفقي يعني خلق مجتمع لن أقول تضامني لأن التضامن يؤدي غالبا إلى كون أن هناك جانب دائما يتطلب أن نساعده أقول مجتمع مسؤول وهذه مسألة أساسية ومهمة مسؤول تجاه في العلاقة القائمة داخل المجتمع وكذلك تجاه ما يمكن أن نعتبره الحلقة الأضعف كذلك لا بد من تتكلم في هذا الباب أنه بالنسبة استحضار حينما نقول مثلا لماذا استحاد الأوروبي وضع المرأة تحسن كثيرا خصوصا بعد الحرب العالمية التانية لا يجب أن ننسى ظروف الحرب ظروف الحرب عدت إلى أن تولتي المجتمع في الأمم الأوروبية كان نسويا وليس ذكوريا وبتالي كل قوانين وما تمت بالنو فيما بعد لعبت فيه المرأة أساسية وحاسمة النقطة أولى تحسين وضعية المرأة بغض النظر عن خلق المؤسسات أو عدم خلقها أو هناك ارتكاب في إدخالها حيث نفد ما لم تكن هناك دمة مالية مستقلة وهذه لا يتحدث عنها أحد الدمة المالية المستقلة معناها أن تكون للمرأة في كل القوانين في قانون الأسرة في كل قانون الجنسية وفي غيرها أن يكون لها وضع على قدم المساواة وهذه المسألة أعتقد لا تذهب بنا إلى الإشكال المطروحة مثلا بالنسبة للإرت يمكن تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لعموم النساء وسيجدنا أنفسهن في موقع أفضل لن يكون لا موضوع ضياد ولا موضوع تميز ولا موضوع أي شيء آخر مسألة مرة أخرى تتعلق بالداكرة الجماعية تتعلق بما يمكن تصوره ما يمكن قبوله ما يمكن في إطار دائما الممكن وفي إطار توافقات وفي إطار احترام توابط الوطنية والخصوصية دي المملكة المغربية في هذا الباب وبالفعل في هذا الإطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح أن توصياته تأتي لتفعيل الفصل التاسع عشر من الدستور الذي نصح لأن رجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحرية المدنية والاقتصادية والاجتماعية وثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذلك في الاتفاقيات والمواثق الدولية كمصدقة عليها المغرب وكل ذلك في النطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها وتسعى الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال تميز نعم إعمالاً للفصل التسعتاش كانت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بالسريع بإحداث هيئة المناصفة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز فقد يعني التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك وقال لأنه ليس المهم هو إنشاء هذه الهيئة فقط الهيئة ستنشأ قريباً أو في مدى متوسط ستخرج إلى الوجود ولكن الأساس التقرير ركز على ضرورة تخويل هذه الهيئة اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين وكذا تخويل هذه السلطات التي تمكنها من الإطلاع بأدوار بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة تشريعات والسياسات العمومية ذات الصلاة بمعناه ليس الهدف هو أن نقول ها هي الهيئة المنصفة كين ها هي صلاحياتها ولكن تعطاها صلاحيات للتتبع وتعطاها صلاحيات للتقويم ومساءلة الفاعل السياسي ومساءلة الفاعل يعني التشريعي وليس فقط لتأتيت المشهد المؤسساتي في المغرب مسألة أخرى أشار إليها الأستاذ يعني يحيى وتتعلق ب لا بد من الحضور بقوة للمرأة في مراكز القرار أكيد وهنا مراكز القرار ليس فقط الحكومي والتشريعي لا بد من حضور المرأة بقوة في مراكز القرار داخل الأحزاب السياسية لأن هذا الحضور داخل الأحزاب السياسية القوي هو الذي سيمكنها من أن تترشح بقوة وبكل ثقة لمناصب القرارات الأخرى مع الأسف هذا لا نجده بمجرد ما تكون هناك انتخابات يبدأ التدافع ويبدأ الإبعاد بالمناكب للنساء من طرف زملائهم داخل الأحزاب السياسية العدلة والتنمية عندما وصلوا في انتخابات الشريعية السابقة وأخذوا الحكومة عينوا مرأة واحدة واشكينا غمر أو حدف حزب العدلة والتنمية شكرا جزيلا انتهى وقت هذا البرنامج شكرا على انتباهكم وإلى لقاء قادم في سؤال جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة